بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمسة عشر ارهابيا ومجرما تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم صباح افجر يوم السبت الماضي كانت رسالة موجهة لكل من تسول له نفسه بالعبث في امن واستقرار هذا البلد كانت رسالة واضحة وجهتها الدولة الاردنية لهؤلاء نحن الان في منزل السيد علي العوضات ابو زياد والد شهيدة الفجر الطالبة نور العوضات والتي تم انفاذ حكم الاعدام في المجرم الذي اقدم على ارتكاب جريمته بقتلها اسمحوا لي ان ارحب بالشيخ علي السلام عليكم يا شيخ علي السلام ورحمة الله وبركاته اول شيء الحمد لله رب العالمين ونشكر القضاء الاردني والاجهزة الامنية وكل من قام معنا ودعمنا في قضيتنا حتى تنفيذ حكم الاعدام مضت علينا ثلاث سنوات واحنا في وضع الله يعلم فيه وعانينا منه حتى انعدم يوم العدم تريحنا شوية بل رغم انه كنت اتمنى انه ينعدم في ساحة قدام الناس حتى يكون عبرة لغيره ويكون لمن تسول له نفسه ما كنت على علم بلغني المحامي خالد الكعابنة الساعة تسعة وفرحت يوم سمعت النباء والحمد لله رب العالمين وعني خف يعني عندنا الألم تقريبا نصف خف عندنا الألم بس مش رحي ننسى ابنتنا اللي تقراحت مش رحي ننسىها طول العمر وكانت أيام علينا مضت علينا الله يعلم فيها وبأي ذنب القتلات أنا اتفاجأ بأي ذنب القتلات والحمد لله رب العالمين والله ما يعني دكتور يعني الكلام بيطلع مني غصب وصعب لاني أنا يعني الكلمات تتلعثم نعم الصعب علي اني مش قادر اطلعلي في قلبي كله والحمد لله رب العالمين أخي علي ربما يعني يعني الاعدام جاء لينكأ جراحا قديمة وفتح الجراح ولكن بالمحصلة بالمحصلة نشكر الله انه الله قيد لي هذا الوطن قائد كجلالة الملك عبد الله الثاني يعني حريص على انفاذ القانون وعننا قضاء عادل ونزيه يعني انصف كل المكلومين نعم نعم انصف والله الحمد لله بنشكر سيدنا جراحة الملك ابو حسين والقضاء الاردني والجهات الامنية والحمد لله اني اخذنا حقنا والحمد لله يعني القضية انتهت الحمد لله القضية انتهت بس يعني ضائل العادات العشائرية ان شاء الله انها بتخلص ومننهى المشكلة وحسب العادات العشائرية بما يرضى الله سؤالي شيخ علي والدة شهيدة الفجر نور العوضات اخوانها اعمامها اقربائها اللي انبارح كان اجتماع حاشد هون كيف رضاها كيف استقبلت الخبر الحمد لله بفرحة كبيرة بالله الحمد لله بفرحة كبيرة اننا اخذنا حقنا الحمد لله اخذنا حقنا وانتهت ان شاء الله انها المشكلة انها انتهت الحمد لله رب العالمين نسأل الله ان تكون خاتمة الاحزان بارك الله فيك اخوي علي العوضات الشيخ سليمان العزازمة انت متقاعد من الافتاء في الامن العام انا بدي احييك شليخ سليمان فيما يتعلق بانفاذ حكم الاعدام بقاتل الشهيدة الطالبة نور العوضات بدي كلمة منك الحمد لله بنعيش في دولة القانون ويقام لما يقام حد القصاص هذا شيء يثلج الصدور هذه قضية رأي عام ليست قضية لا نشخصة في عشيرة هذه قضية شهيدة الفجر حافظة القرآن طالبة جامعية تمثل بنت من مناة الاردن هذه القضية قضية رأي عام وقضية مسلمة يعني احنا نتكلم من منظور عام هذا المنظور الشرعي له تأصيل الله تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولئة الباب هذا حكم الاعدام في قضايا القتل هكذا هذا الامر نتكلم تحديدا حصريا عن قضية نور العوضات القاتل بهذا يعني القاتل يقتل شرعا وربنا عز وجل قال وجزاءه والنفس بالنفس فنتكلم في هذه القضية لكن قضية العراف العشائرية فيما يتعارف عليه أنه الديم ربعة وهي بأربعة هذا ما ورد في الشرع يعني ما ورد في الشرع فالحمد لله ربعا من الآن الناس أصبع عندها دين وأصبع عندها معرفة وأصبع عندها الحمد لله ربعا من ترجع للشرع حتى والد المغدورة جلست معه وسمعت منه الرجل يعني وقاف عند حدود الله يقول شيء ما ورد في شرع الله ولا ورد في دين ولا ورد في قرآن نحن لا نعتد به إحنا مسلمين منهجنا ومرجعنا الأصل هو كتاب الله النفس بالنفس فالآن استوفى الحق ونسأل الله جل جلاله الرحمة لجميع من مات من المسلمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن وإذا ربنا حفظ هذه البلاد حفظها لأن هناك ناس آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وربنا عز وجل قول وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لما يكون في الناس أهل الإصلاح أهل الخير أهل التقوى الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم أخوي موسى العوضات عم الشهيدة نور العوضات ماذا تقول؟ والله تلقينا الخبر بكل سرور في إعدام هذا الشخص اللي مرت علينا سنوات ثلاث الله يعلم كيف كان هذه الثلاث سنوات استنينا أولا حكم الإعدام ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام والحمد لله تم ونشكر أيضا القضاء الأردني على نزاهة القضاء اللي طلع لنا الحق وأظهر الحق أمام الناس كلها والشعب الأردني كله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب كان متعاطف معنا من مضارب العوضات مشاهدين الكرام في محافظة الزرقاء كنا في لقاء حصري وخاص للحقيقة الدولية مع والد شهيدة الفجر الطالبة نور العوضات تحياتي لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر